السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم والحلقة الحداشر من مسلسل لعبة حب في الحلقة دي سامة بتكون قاعدة ومسكة الخاتم وعملة تبصله وبتقول يا ترى مين البنت اللي هتلبس الخاتم ده وفي الوقت ده مالك بيوصل عندها وبيسمعها وهي بتتكلم فبيدخل وبيقول مساء الخير على زوجتي فسامة بتقوله بلاش تتمسخر علي فبيقول لها ان هو فرحان جدا لان هم لقوا الكندرة طبعا سامة لما بتسمع كده بتفرح جدا والاتنين بيحضنوا بعض وبعدين مالك بيقول لها ان كده كل حاجة تحلت والإيطاليين هيشوفوا الكندرة فبتقوله دانيال هو اللي لقاها فبيقول لها ايوة وبعدين بتقلع الخاتم وبتدهوله وبتطلب منه ان هو يرجعه العلبة قبل ما يحصل له حاجة فمالك بياخد منها الخاتم وبيقول لها ان شكري هيوصلها لان الوقت اتأخر وبعدين سامة بتسيبه وبتمشي وبيفضل واقف وعمل يبص على الخاتم وفي مشهه التاني سيرين بتدخل عند فريدة ودانيال وبتقول لهم انتو بتتوشوشوا على ايه وبعد ما بيفضلوا يتكلموا مع بعض فريدة بتقول لها ان هي ممكن تكلم مالك وتقوله كل اللي حصل لكن سيرين بتقول لها ما عندكيش اي دليل ففريدة بتقول لها ان هي مرات عم مالك وان الشركة دي شركتهم وان سيرين مجرد موظفة عند مالك واكيد هيصدق فريدة وبتبدأ تمثلها لما تقول للمالك هيعمل ايه فيها وبتهددها ان هي هتفضحها قدام مالك بتسمع كده بتكونش مسدقة وبتكون مصدومة من اللي هي بتسمعه وفريدة بتقول لها يا ريت تلاقي اي حجة تقولي هالو ان امك تعبانة او اخترعيله اي قصة المهم من بكرة مش عايزة شوفك وبتسيبها وبتمشي وبعدها شكري بيوصل سامة بالسيارة وبتفضل تتكلم معاها قد ان هي تعبانة من الشغل لان هي اول مرة تتحط في مواقف زي دي وشكري بيحاول يهون عليها وبيقول لها ان بكرة ممكن تتعود وكمان كل حاجة هتعدي وبعدين سامة بتقوله سامحني لو نمت عندك في السيارة لان انا تعبانة جدا من الشغل فبيقول لها خدي راحتك وبعدين مالك بيكون بيلعب رياضة وسامة بتجهز عشان تخرج من البيت وستها بتقول لها لازم تاكل حاجة قبل ما تخرجي وبعدين سامة بتخرج وبتلاقي لين على الباب فبتتفاجئ وبتقول لها في حاجة فالين بتقول لها في حاجة حصلت معايا غريبة ولازم احكيها لك وبيتمشوا مع بعض وبتبدأ تحكي لها اللي حصل معايا من زيد وكمان عبده وان الاولاني قال لها كلام جميل جدا وان هو بيحبها ولما سامة سألتها عن اسمهم ما قالت لهاش وبعدين كملت الكلام وقالت لها التاني اللي هي معجبة بيه ما كانش بيتكلم خالص ولا بيقول لها اي حاجة وزي اللوح وحتى لما جيه اعترف لها بحبه ما قالهاش اي حاجة ومش عارفة ليه الواحد بيسيب الانسان اللي بيحبه بيحب واحد زي اللوح وبتقول لها كمان من رأيك اعمل ايه فسامة بتقول للين معرفش ان تجيتي للانسان الغلط لان انا مليش تجارب ومعرفش في حكايات الحب دي وبعدين البص بيوصل فسامة بتقول للين كان نفس اعرف بقية الحكاية فالين بتقول لها لما ترجعني بقى نتكلم وبعدين سامة بتسيبها وبتمشي وبعدها سرين بتكون في المكتب وبتلم اغراضها ونانسي بتدخل عندها وبتقول لها انتي قلتي لي ما حولكيش اي مكالمات لكن امك بتتصل من الصبح فسرين بتقول وعمالة كمان تتصل على الموبايل عندي هي عايزة ايه مني مش كفاية الهم اللي انا فيه فنانسي بتقول لها شكلك متضايقة فسرين بتقول لها ان اوقات كتير كنت بتعصب عليك لكن انتي بجد مساعدة شاطرة ونانسي طبعا بتكون مستغربة ان هي بتعملها كويس وبعدين بتخرج وبتسيبها وسرين بتجهز ورقة عشان تكتب استقالتها وفي الوقت اللي هي بتكتب في الورقة بتبدأ تبكي وفي نفس الوقت ماركو بيوصل الشركة عشان يشوف الموديل الجديد ومالك بيقابله وبيرحب به وبعدين بيفرجوا على الموديل وماركو اول ما بيشوفها بيتفاجئ وبيكون مبسوط جدا وبيقوله ان هم لازم يخلصوا كل حاجة عشان يبدأ عرضها في المحلات بتاعته في ايطاليا وكمان بيقوله لازم تيجي انت وسما عندنا في ميلانو فمالك بيقوله هنشوف وبعدين بيسلم عليه وبيمشي وبعدها مالك بيدخل عند السرين وبيقول لها صباح الخير وسرين اول ما بتشوف مالك بتمسح آنها ومالك بيقولها ايه اللي حصل فبتقوله ان امها تعبانة وان هي قلانة عليها جدا فمالك بيحاول يهديها وبيقولها شوف اللي انت عايزاها وإحنا نعمله لكن سرين بتقوله ان حالتها صعبة جدا وان هي سفرت برا البلد فمالك بيقولها وإيه اللي خلاكي بس ما تقولناش لو كنت قلتيلي كنا ممكن نتصرف ونحاول نلحقها فبتقوله ان هي مش بتحب تتكلم في المواضيع دي وان هي حاسة انها وحيدة لان ما فيش اي حد واقف جنبها فمالك بيقولها لو تحبي ممكن نقعد في اي مكان ونتكلم وطبعا سرين اول ما بتسمع كده بتوافق وبتخرج معايا وفي نفس الوقت رامي بيكون واقف مع سما وبيبدأ يتكلم معايا بصوت عالي فسما بتقوله وطي صوتك شوية فرامي بيقولها التواضح حلو بس مش للدرجاتي اللي انت بتعمليه ده مبالغة فبتقوله خلاص اقفل على الموضوع فرامي بيقول للسما اخر واحدة شفتها متواضعة هي امي لكن انت اهلك كانوا حطينك في صندوق انتيكة وقفلين عليك لحد ما شفتك فسما لما بتسمع كده بتضحك ومالك بينده عليها وبعدين رامي بيقوله ان هو هيروح عشان يشوف شغله ومالك بيقول للسما ان هي تلغي المواعيد كلها لان هو هيطلع مع سرين وبيسيبها وبيمشي وبعدين سرين بتقف مع سما وبتقول لها اشتغلي كويس لان انا ومالك هنتأخر وهنقضي يوم خاص مع بعض وبتسيبها وبتمشي وطبعا سما بتكون وقفة ومستغربة وفي الوقت ده بيجي لها تليفون من فريدة وبتفضل تتكلم معيها وبتزعق لها وبتقول لها واحدة مكانك كانت قاعدة مع مالك على نفس الطاولة ما كانش ينفع تسكت غير لما يتجوزها فسلطان بيقول لها اكلمي البنت كويس هي برضو انسانة ففريدة بتقول هي دي انسانة وطبعا سما اول ما بتسمع كده بتتدايق وبتقفل السكة في وشها وبعدين بتقول ايه اللي انا عملته ده وبترجع تتصل بيها تاني وبتقول لها ان ما فيش شبكة عندها وان الخط فصل ففريدة بتسألها عن سرين وبتقول لها قدمت استقالتها لكن سامة بتقول لها لأ انا ما شفتش اي استقالات وان سرين ومالك كويسين جدا مع بعض وخرجوا سوا وطبعا فريدة اول ما بتعرف كده بتنهار وفي مشهد تاني مالك وسرين بيكونوا قاعدين مع بعض في المطعم ومالك بيقول لها اتكلمي انا سامعك فبتقول له ان هي مش حابة تتكلم فبيقول لها احنا جينا هنا عشان نتكلم عن امك لكن سرين بتقول له بلاش نتكلم عن اي حاجة لان انا راسي واجعاني وكمان المطعم حلو جدا وانا ما جيتوش من زمان فمالك بيستغرب جدا وبيقول لها انا مش فاهم انتو ازاي كده يعني انت النهاردة لما كنتش قلتلي ان امك تعبانة ولا انت متضايقة ما كنتش هعرف لوحدي فسرين بتقول له ان هي لازم تكون كده لان الانسان لما بيكون ضعيف اللي حواليه بيكسره وانا لازم اكون قوية لاني مش هدي فرصة لحد ان هو يكسرني وبعدها سامع بتتصل على لين فالين بتقول لها مقدرتش تستني وعايزة تعرفي ايه اللي حصل لكن سامع بتقول لها ان هي عايزة تعرف مكان مالك فالين بتقول لها ليه هو تخطف اتصل بسرعة على الشرطة لكن سامع بتقول لها ان هو خرج مع سرين وان هي عايزة تعرف مكانهم وايه هو اسم البرنامج اللي عندها على التليفون وبيخليها تعرف مكان رفقتها فالين بتقول لها ادخلي على الانستجرام وممكن يكون مشاير صورة ليه بالمكان اللي هم فيه فسامة بتقول لها مستحيل مالك يعمل كده مش ناقص كمان غير ان هو يتصور صورة سيلفي معاها فالين بتقول لها خلاص اقفلي وانا هتصرف وبتقفل معاها وبتدخل على الانستجرام بتاع مالك لكن ما بتلاقيش عليه اي صورة فبتدخل على الشركة وبتوصل للانستجرام بتاع سرين وبتلاقيها منزلة صورة سيلفي ليها هي ومالك فبتتصل على سرين وبتعرفها اللي حصل وبتقول لها ان مالك وسرين مع بعض في مطعم سمك ومشيارة صورة ليهم وكاتب عليها عطلة خارج العمل وطبعا سمك اول ما بتسمع كده بتقفل معاها وما بتكونش مصدقة وفي نفس الوقت مالك وسرين بيكونوا لسه قاعدين في المطعم فسرين بتقول للمالك احكيلي شوية عن نفسك انت على طول مش بتحب تتكلم عن نفسك خالص طيب حتى احكيلي عن امك هي بتشتغل ايه فمالك بيقول لها انت ما تعرفيش ان امي متوفية فبتقول له يعني انت مش حابب تتكلم عنها فبيقول لها ان هي كانت دكتورة فبتقول له ليه المواضيع كلها متعلقة بالمستشفى خلينا نغير الموضوع هو انت برج ايه فمالك بيقول لها ان هو مش بيؤمن بالحاجات دي لكن سرين بتقول له ان هي بتحب النجوم وان حظها النهاردة بيقول لها ان هو يوم مناسب للحب وعايزني ما صدقهمش فمالك بيقول لها طب يلا عشان نمشي فبتقول له ليه هو انت ملت مني في العادي انا اللي بمله وبامشي لكن مالك بيقول لها ان هم خلاص خلاصوا اكل ولازم يمشوا فبتقول له بس بلاش نروح عالشركة فبيقول لها همالعايزة تروحي فين فبتقول له عايزة روح البيت عندك علشان اريح راسي لاني تعبانة واكيد انت مش هتسبني اليوم ده الوحدي فمالك بيقول لها زي ما تحبي وبعدها ساما بتكون وقفة لوحدها وعمالة تفكر ورامي بييجي عندها واول ما بيتكلم معاها ساما بتتخض فبيقول لها معقول للدرجات دي شردة فساما بتقول له لأ مش شردة هو انت ايه اللي رجعك تاني فرامي بيقول لها انه هو كان معا شوية ورق وعايز يواردهم لمالك ويخليه يمدي عليهم فبيقول له ان مالك خرج مع سرين فبيقول لها وانتي ايه اللي اعاديك ليه ما خرجتش معاهم فبتقوله لانهم حبوا يخرجوا لوحدهم ويقضوا يوم خاص وبيقول للسامة لو فاضية ممكن نروح نشرب قهوة مع بعض فسامة بتوافق وبعدين بيقعدوا في الكافيه وبيتكلموا وسامة بتقول ان اكيد فريدة هتاخد منها الفلوس بس انا كان المفروض يعني اعمل ايه اكتر من كده وطبعا رامي مش بيكون فهم اي حاجة من اللي هي بتقوله فبتقوله هو محدش قالك وبتفهمه القصة وان اخوها كان بيسحب فلوس من ناس نصابين لحد ما دين كتر عليه علشان كده هي قبلة العرض فرامي بيقول لها انا قلت برضو ان انت انسانة طيبة ومش طماعة ومستحيل تعملي حاجة زي دي فبيقول لها وانا اللي كنت فاكر ان عندي هموم عشان مش عارف اوصل للبنت اللي بحبها فبتقلع من ايديها اسورة وبتدهاله وبتقوله الانسان لازم يسعى ورا حلمه لحد ما يحققه فرامي بيقول لها وحلمك هو ايه فبتقوله مش لما لاقي حلم الاول لان انا في الشغل ده مستحيل احلم وبعدين اللي اتنين بيرجعوا ع الشركة وبيقفوا يتكلموا مع بعض وسامة بتشكروا على كل حاجة فرامي بيقول لها انا للمفروض اشكرك لان الاسورة دي حلوة جدا وفي الوقت اللي هم بيتكلموا فيه نانسي بتشوفهم وبتكون مستغربة وبعدين سامة بتسيب رامي وبتدخل على جوه فنانسي بتروح تقف جنبه وبتقول قد ايه ان هي محزوزة فرامي بيقول لها انت بتقولي ايه فبتقوله ان من ساعة ما سامة جات هنا وهي مركزة معاه وبتمشي وبيكون واقف وعمال يفكر في كلامها وفي ماشها التاني لين بتطلع من البيت وبتكون ماشية وعبده واقف في الحرة وبيبص عليها وبعدها زيت كمان بيشوفها وهي خارجة وبيروح لها وبيقول لها انت ليه رايحة الشغل متأخر فبتقوله ان هي عندها وردية بعد الدهر فبيطلب منها ان هو يوصلها للباس وفي الوقت اللي هم ماشيين فيه بيتكلم معاها عن الكورة والفريق بتاعه وطبعا لين بتكون مستغربة ان هو بيتكلم معاها عن الكورة وبعدين بيوصلوا عند الباس والباس بيوصل فالين بتقوله نتقابل بعدين وبتركب الباس لكن زيت بيركب وراها بيقول لها ان هو رايح مشوار قريب من الشغل بتاعها وبعدها سيرين ومالك بيوصلوا على البيت فمالك بيقول لها خدي راحتيك وبعدين بيروح عشان يجهز لها المشروب بتاعها فبتدخل وراه وبتقعد قدامه وبتعمل حركات مش كويسة وبتقوله هو انت مزهقتش من الوحدة لكن مالك بيقول لها ان هو مبسوط جدا فبتقوله لو في ست في حياتك اكيد كانت هتكون احسن لكن مالك بيقول لها ان هو لسه ملقهاش وان هو ما عندوش وقت للكلام ده فبتقوله وحياتك هتلاقي وهي هتعمل جهدها عشان تسرق منك الوقت انت ما تشيلش هم فمالك بيقول لها اصدق تقولي ان ما فيش مهرب فبتقوله لو في انا بعمل ايه عندك دلوقتي وبعدين مالك بياخد باله من الحركات اللي بتعملها ودي كانت سريعا احداث الحلقة الحداشر من مسلسل لعبة حب استنونا في الحلقات الجاية ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس